السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم ان شاء الله سنحضر مع بعدياتنا الطرون او النوقة ديال الشوكولاتة السوداء سهلة تحضير وراقية في القديم يمكننا نزينو بها البوفيهات ديال العديد من المناسبات ديالنا بقوا معايا تعرفوا على المقادير والطريقة تتحضير عندي هنا نس كيلو ديال الشوكولات انا فضلت نديرو مخلط تقدروا تديرو اللي غادي تفضلو هنسوما غنحتاج هنا يميات غرام ديال لوز مقطع ومحمر عندي هنا يميات وستين غرام ديال لوز محمر بقشورو عندي هنا يستين غرام ديال القرقاء عندي هنا تسعين غرام ديال السيرياليز اللي كانت تكون مغلفة بالشكولات عندي هنا تسعين غرام ديال الكاكاوم عندي هنا تسعين غرام ديال الكاكاوم انطحون عندي هنا غEN نحتاج عنا هنستين غرام ديال الكاكاو كامنت خمستاش لحباء ديال البيسكوacz خمستاش Samray عمل أشرف لừng من ممكن عندي العصر وعندني هنا وحد نصق كص زيال الزبدة مدوبة عندي نبو۔ يضب لينة بالكامل طبيعة الحال مع التحريك ومن بعد ما يضب لينة نزيد على ججم علق العسل نزيد على نسكس الزبدة دايبة نخلطهم مزيان حتى تجنسوا ومن بعد ما داب لينة الشوكولات وتخلط لينة مزيان معز بدول العسل غادي نحيدوه من فوق حمام مريم ومن بعد ما نزيد عليها الكوكاو نزيده هو الأول نخلطه شي شوية حتى يدخلنا الكوكاو مع الشوكولات ونزيد اللوز بنسبة اللوز أنا شغيته جاهز فقط حمرته حتى الشي شوية نخلطه عاود تاني مع الشوكولات ونزيد وعاود عليه اللوز اللي محمر بقشوره ونخلطه كذلك الأمر شوية بشوية حتى يدخلنا مع الشوكولات ونزيد القرقاع ديالي ونزيد كذلك الأمر نخلط ندخل شي بشي اللي دغتوه ننخلطه شوية حتى يدخل لنا مع ذاك الشوكولات حتى يتجانس حيث إلا درناه دقة واحدة ما غاديش يجينا شوية صعب باش غا ندخلوه ليدام الأفضل نزيده شوية بشوية نزيد السريالي الزيالي اللي مغلفين بالشوكولات نعطيه منظر هائل منيك نقطعوه ومن بعد ما خلطنا العناصر ديالنا مزيان نزيده البسكويت ديالنا او القيتس اللي عندنا وكذلك الأمر نزيده نخلطه مزيان سنحصل على خالط متجانس ومخده مزيان ونزيد الكاكاو المور ديالي بالنسبة الناس اللي كيفضلوا الكولاكاو يقدروا يزيدوا الكولاكاو لان الكاكاو كيجي كيجي نسمة دياله في هاداك المرورية ديال الشوكولات بالنسبة الناس اللي ما كتفضلش داتك المداق ممكن مستعمله غير كولاكاو العادي كيبقنا حرية الاختيار نضيفه اللي اللي بغينا انا بالنسبة للمقادير اللي عندي هنا استعملت نص كيلو ديال الشوكولات قدها نص كيلو ديال فواكه الجافة يعني اللي دخلت فيها اللوز والقرقاع والسيرياليس فقط اللي ما دخلتوش في الحساب ديال نص كيلو ديالي البيسكوي والزبدة ديالي اللي مدوبة والجمعة القد العسل يعني الباقي القد القوام الاخر قد الشوكولات الليدرز تدخلوا على هذا الوصفة هذه الفواكه الجافة اللي بغيتو كذلك ومثال تستعملوا فقط البيسكوي او القيتاس او السيرياليس يعني ماشي بالضرورة تربطوا بنفس المقادير اللي استعملت انا فهاتل اثناء وجهة المول ديالي غلطوا بوراق الزبدة وغادي ندير فيها الشوكولات ديالي وغادي نعطل الوجه ديالي مزيان حتى يتقاددلينا مزيان وعاد نديروه في تلاجة وعاد نديروه في تلاجة نميش دراسو ونخرجو نكملو نزين ديال وجه ديالو نميش ديالو ونبعد ما النوغة ديالي نقطت وقتها في تلاجة وشدت راسان زيان ندوب شوية ديال الشوكولات من اي نوع بغينة بغينة البيض او 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 انا اختارت هنا الشوكولاتة بالحليب نصغرها على الوجه ديال النوغة باش كل بلاسة تاخد حقها وتجيني متساوية في الوجه مقدم زيان ونبعد ما اطلقت شوكولات ديالي على الوجه كله كيف مما تلاحظو لدروري من هاد الحركة هادي كيف مما تشوفو هنا باش كنحصل على سطح متساوي نزيان يعني ما كيبقاش فيه الاثر ديال الشوكولات ونزينوها على حسب كل واحد ودوق ديالو انا افضلت هنا ينديل هاد البيرلس دوراداس اللي مذهبين اللي كبارين واللي صغيرين ممكن لكم تزينو باللوز افلي باللوز كونكاسي تستعملوا مثلا بيبيتاز ديالشوكولات البيرميسي ديالشوكولات كل واحد عنده الحرية ديال الاختيار ديالو كيفاشي ديريزين هادي فقط حالة اختيارية بقيه موسيقى موسيقى سوف ندخلها 1.5 ساعة أو 4 ساعة في تلاجة ونخرجها بعد أن تدخلها في تلاجة نخرجها لا يوجد أحد المنيد في المطائب في المسخون كيف تلاحظوا هذا الشكل على اللاطا كي يسهل علينا تحلينا مضلطة ونخرجها ندخلها 1.5 دقائق أو 10 دقائق على الأكثر ونبدأ نفسخها هذه التكنية البسيطة كي يسهل علينا نخرجها من المول لا يأخذتنا وقت طويل ونخرجناها وفي نفس الوقت بقيتنا مقادة من الجوانب بقيتنا شط دراسة مزيانة هي هذه وكي تسهل علينا في تقطاع كنوجد الموس في واحد الكسرنا أو كاس ندركه فيه المطائب ونجعله فيه الموس شوية ونبعد نبدأ نسحه ونبدأ نقطعه كيف تلاحظه كيف تلاحظه أخذتها تقدمه تصبح محل وغاقية لا في شكل ولا في المعضاق موسيقى 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 موسيقى